يقول السائل استيقظت من نومي ورأيت بللا رأيت بللا أني أنزلت منيا فهل يجب علي الغسل؟ أقول وبالله التوفيق نعم يجب عليك الغسل برؤية الماء وهذا بإجماع العلماء حتى ولو لم تتذكر احتلاما حتى ولو لم تتذكر احتلاما فإذا استيقظت ورأيت ماءا أنك أنزلت منيا فيجب الغسل حتى ولو لم تتذكر احتلاما بخلاف العكس لو تذكر إنسان احتلاما أنه احتلم لكن استيقظ ولم يرى ماءا ولم يجد أن ماءا نزل فليس علي غسل فالعبرة برؤية الماء كما أتت أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الماء هي الأصل سواء تذكرت احتلاما أو لم تتذكر رأيت ماءا منيا واجب الغسل بخلاف العكس لو احتلمت ولم تجد ماءا فليس عليك غسل ترجمة نانسي قنقر